بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته وحشرنا في زمرته واسقنا من يده شريف تشربة لا نضموا بعدها أبدا اللهم امين أعزاء المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد ومع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة منورة حياكم الله وفضلة الشيخ الحمد لله السلام الحياك الله الصدق الرحمن وحيا الله وإخوة جميعا فسأل الله العلي الكبير لي ولكم ولي الجميع التوفيق والسلام اللهم امين أعزاء المشاهدين اليوم لنا لقاء مع قالة العرب الشعر كما تعلمون ديوان العرب والعرب أمة بيان وهذه الحلقة من برنامجكم المقام الأمين سنجعلها إن شاء الله تعالى وقفات مع أبيات شعرية ذائعة عبر عصور الأدب كلها ونستأذن ضيفنا أن يخوض بتوسع تاريخي وأدبي وإيماني مع ثلاثة أبيات اخترناها لهذا اللقاء المبارك ونحن واثقون بأن هذه الأبيات الثلاثة ستستدعي قصائد ومقطوعات عديدة من ذاكرة الشيق وفقه الله وسدد خطاب فضيلة الشيخ الوقف الأولى مع عجز بيت لجرير يقول فيها أبشر بطول سلامة يا مربع هذا العجز ما صدره وما قصته وماذا يمكن أن يقال حوله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير رسله وأشرف خلقه وبعده فكما ذكرتم سيد الرحمن الشعر ديوان العرب ولا يعني في هذا البنامج المقام الأمين عندما نتحدث عن الشعر أننا نفر عن القرآن فهذا لا يرتضيه مسلم ولا يقبله لكن المقصود من ذلك أن الشعر وفقهه ومعرفة أحوال الناس سبيل إلى فهم القرآن ومما ننشره كثيرا أنه جاء في سيرة الشيخ محمد الأمين الشنقية في السر المعروف وهذا قلته كثيرا لكن وربما إراده هنا مناسب لما زار السودان البلد المعروف أكرمه أهلها على عدتهم في الكرم وفقهم الله ثم قاموا له منتدا وأخذوا يسألونه وهم لحبهم للعلم لا يريدون أن يفوتوا فرصة اللقاء بعلم وقامة مثل الأمين الشنقية رحمه الله وقد غلب عليه علم التفسير فسألوه ما آخر كتاب قرأته فقال ديوان عمر بن أبي ربيعة فتحجبوا لأن عمر بن أبي ربيعة مشهور بالغزل وهذا الذي يقول هذا الكلم رجل عرف بالقرآن قال حتى أفقه بشعره كلام ربي الله فهذا إذا اتخذ كسبيل لا حرج وإذا اتخذ كنوع من السمر المقبول لكن لا يصلح هذا في بيوت الله في المساجد لكن مثل هذه البرامج التي تسجى في الاستوديوهات ومقامات يقبل نوع ما ما لم يكن هناك عياذا بالله ابتدال وهذا ما منزه أنفسنا والمشاهدين منها نعود للبيت البيت لجرير أبشر بطول سلامة يا مربع من مربع؟ مربع هذا راوية جرير كان لكل شاعر راوية أو أكثر يلوي شعره أشبه مثلا بقناة تتبنى فينشر شعره بين الناس فزعموا أن الفرزدق وجرير كلاهما كما تعلم الفرزدق وجرير كلاهما من بني تمين لكنهما من بيتين مختلفين في العز والمجد من بيوت تمين فزعموا أن جريرا أن راوية جرير مربع دفع والد الفرزدق يعني صار بينهم شحناء وأخذ وعطاء فمربع هذا دفع بيده والد الفرزدق فسقط فكأنه أصابته وعكة فيزعمون أن الفرزدق قال لمربع إن مات أبي سأقتلك طبعا تهديد ضعيف يعني واضح إن مات أبي سأقتلك فبلغ ذلك جريرا وكان كل منهما يترقب سقطات الآخر لأن الشعر بينهما كان سجالا بما عرف بالنقائف فقال جرير قصيدة عينية منها أنه قال زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع استهزاء استهزاء وتهكم وسخرية وقد انتشر هذا البيت وجرى مجرى المثل وهذا هو الشاهد أن البيت لم يعد وقفا على حادث نفسها وإنما أصبح كل من أراد أن يتهكم بأحد في حالة مناسبة كهذه يردد قول جرير أبشر بطول سلامة يا مربع كمسؤول مثل يهدد أحد موظفي وقد تعود الناس من هذا المسؤول أنه لا ينفذ وعيده فإذا جاء ذلك من الموظف خائفا وجلا إلى بقية الموظفين ويقول إن المدير هددني وقال لي وقال لي يقولون له أبشر بطول سلامة يا فلان يعني هذا المدير لا يمكن أن ينجز شيئا فالبيت جرى مجرى المثل في التهكم هذا يعطيك صورة لشيء من الحياة الاجتماعية التي كانت موجودة في عصر العربي أو في عصر بني أمية لأن جريرا والفرزدقة كلاهما عاش في زمن بني أمية في زمن واحد يعني قرن واحدهم فهذا يعطيك التهكم له طرائق وقد كانت هذه الأمية سلم أخبر أن الأمة لن تترك الطعنة في الأنساب والتفاخرة بالأحساب وهذا كان يجري في دم العرب وهو الذي زاد من حفيظة الشعر الهجاء والفخر وقضية مثل هذه الأمور ذعت عندهم وشاعت كان مع بعضهم مع تقواه لا يكادوا ينفكوا من هذا كان أمر رضي الله تعالى عن يتجنب مثل هذه الأمور بمعنى أنه إذا جاءته قضية فيها نوع من التهكم أو الهجاء والصخرية يحاول أن يأخذ بالحديث ادروا الحدود بالشبهات أو أن يدفع الأمر حتى لا يثير الناس بعضهم على بعض كان هناك شاعر اسمه النجاشي اسمه هكذا النجاشي شاعر موي بعاص صدر الإسلام ودرك بني ومية فهجى قوما يقال لهم بني العجلان فذهب بني العجلان يستعدون عمراء على النجاشي الذي هجاه فأقبلوا بقضهم وقضيظهم يخبرون عمر ماذا قال فيهم هذا عمر من العلم بمكان ويفقه معنى قول الشهر لكنه يحاول أن يبين أنه لم يفهم أو يحمله على أحسن محامله حتى لا يبقى نار العصبية قائمة بينهم رضي الله قالوا يا أمير المؤمنين إنه قال فينا نعم يذكرون الأبيات التي قالها فيهم حتى يقيمون الحجة عليه في حين كان عمر يدفعها عنهم قال يقولون إذا الله عاد أهل الأؤمن وخصة فعادي بني العجلان رهط بن مقبلي فقال عمر هذا دعاء وإن كان مظلوما سيستجاب له وإن كان ظالما فلن يستجيب الله له ذهب هذا المذهب قال يا أمير المؤمنين الآن البيئة الطويلة فكل مرة يأتوا ببيت وهو هجأهم هجأا يعني لاذعا قال يا أمير المؤمنين إنه يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردري طبعا هو أراد أن يبين ضعفهم وعجزهم وهوانهم قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردري وهذا عار عندهم لأن العرب تعتز بالشكيمة والظلم والعتو فقال رضي الله عنه ليت آل الخطاب كانوا كذلك فسكتوا قالوا يا أمير المؤمنين إنه يقول وما سمي العجلان إلا لقولهم خذ القعب وحلب أيها العبد وعجلي قال يا أمير المؤمنين إنه يقول ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل من هلي ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل من هلي قال ذلك أجم للنفس وأبعد عن اللغط والزحام وهو قصد أنهم ضعفاء لا يستطيعون أن يزاحموا الناس على الماء وأراد أن يذمهم لكن عمر أحالها والقضية طويلة فصل في كتب الأدب لكن تبين أن هذا كان ذائعا شائعا في العرب جرير كان له قسب السبق في كثير من هذه الأمور في قدرته على التهكم أقل اللوم عاذل والعتابة وقول إن أصبت لقد أصاب فعد الله للشعراء مني كذا يخضعون لها الرقابة ستهدم حائطي قرماء مني قصائد لا أريد بها عتابة دخلنا قصور يثرب معلمات ولم يتركن من صنعاء بابة إلى أن دخل قال إذا غضبت عليك بن تميم حسبت الناس كلهم غضابة فغض الطرف إنك من نميل فلا كعبا بلغت ولا كلابة هذا مر معنا جرى مجرى النار في الهشيم وأهلكهم وأصبح من مزايا قول جرير في التهكم والسخرية والعرب ينسبون إلى جرير أوائل كل غرض وإن كان فيه شيء من المبالغة لكن المقصود أن التهكم كان قائما وكان العقلاء من الخلفاء مثل أمير المؤمنين أمير رضي الله تعالى عنه يدفعه بكثر أنت تذكر الاتصال؟ لا أبدا يعني أكمل هذا التهكم كما قلت يصور لك شيئا من الحياة في الجاهلية فكان في حياة العرب في الجاهلية وبعد الإسلام لكنهم كانوا مع هذا هذه الأمور تحصل يعني لا أدري كيف أصفها لكنها خاف أن أقول مثلا فيصبح يعني وباله علي فالسلامة السكوت لكن لا لا السلامة لا أعدلها شيء لكن يعني ثمت أمور وإن بدى ظاهرها أنها اقتتال و لكنها هي ليست كذلك إنما هو قضاء أوقات قضاء أوقات تصل لتحياة تمر أحيانا في الناس فتحصل مثل هذه الطريقة التي تشيع فيها والشعر دوان العرب فكان الشعر هو الكفيل بأن يحملها بعضها إلى بعض زعم الفرز دقوان سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع كما قلنا صار البيت يجري يضرب مثلا في كل في كل شيء مما يتهكم به و يسخر بعضهم من بعض هذه الأبيات وامثالها جعلت للشعر أكثر تأثيرا في قضية النزاعات أخذ الشعر بهذه الطريقة يفرق ما بين بين القبائل ولهذا لأن الشعر عموده الكذب فهم لا يبالوا وإلا تقال أبيات لا يمكن تصديقها ولا قبولها ولا تقالوا لكنهم لأنهم وجدوها مضمارا لأن تسابقوا فيه ويخرجوا فيه مثلا بعض أضغانهم بعضهم على بعض ولو أن برغوثا على ظهر نملة تكلم كفحار بني تميم لولت طبعا ما يعني يأتي بأقضع الأبيات ويأتيها ظهر هذا جليا في نقاء ذجرير والفرستق والأخطر و ذهب شايعا لكنه بلغ أحيانا من البذاءة ما لا يمكن قبوله وقد كان الحكام وأن ذاك يسكتون عن مثل هذا لأنهم يرون أن في مثل هذا انشغالا للناس عن المطالبة بالحكم بعض الخلفاء لا ليس لا يفعل هذا مثل ذلك لكن تراه أنه يأنف أن يدخل في مثل هذه الأمور ولذلك قالوا أن أحد الناس سأل يزيد بن محاوية عن بيت شعر قال يا أمير المؤمنين ماذا يريد فلانا أن يقول لما قال كذا وكذا فغضب وقال كلمة لاذي يعني لا ستنقولها يعني لا تسأل أمير المؤمنين عن مثل هذا ولا يسأل أن قلت الكلمة لاذي على ستنقولها لكن المقصود هذا معنى آخر شعراء حكام آخر لا يقربون أمثال هؤلاء حتى استخدمهم في وقت مراد كان الأخط النصراني ويدخل على عبد الملك بن مروان وهو سكران في قمة سكره وكان يقولون عبد الملك سأله أن متى تبلغ الخمر أثرها فقال عفني يا أمير المؤمنين فلما أصر عليه قال يا أمير المؤمنين والله إن لها أحوال لملكك أهون علي من علي يعني تصل بالخمر إلى هذا كان يقول إذا ما نديمي علني ثم علني ثلاث زجاجات ثلاث زجاجات لهن هدير خرجت أجر الذيلة كأنني عليك أمير المؤمنين أمير من أثر الخمر عليه مع ذلك كان نصراني كان جليل يستغل نصرانيته فيذمه بها ومع ذلك كان يقرب من عبد الملك لأن عبد الملك يرى أنه يحتاجه في بعض المواقف شمس العداوة حتى يستقاد لهم وأعظم الناس أحداما إذا قدروا هذا بيت قاله الأخطر في مدح بن أمية كان بن أمية رفعون رأسهم بهذا البيت بل إن هذا البيت أهلكهم في بعض المواقف لما جاء بن العباس وأخذوا ملك بن أمية كان سليمان بن علي أرحم الناس ببني أمية يعني أن العباسيين كانوا شديد البطش على بن أمية فكان عبد الله بن علي أشدهم بطش وشدهم بطش وكان سليمان أخوه أرحم بهم حتى إنه ذات يوم كان لديه فيما ذكروا عنده وعند غيره وفد من بن أمية فأخذ الشاعر يمدح العباسيين كيف أنهم ورثوا الزوال حكم بن أمية وهؤلاء حاضروا فقال فيما زعموا أن سليمان قال لسليمان بن علي الذي هو العباسي قال لبعض بن أمية الذين رحمهم يعني قال ما تقول في شاعرنا هذا نسي ما زالت دماء الملك تجري في عروقه قال شاعرنا أفضل من شاعركم قال ما قال شاعركم فقال قول الأخطر شمس العداوة حتى يستقاد لهم وأعظم النأس أحلاما إذا قدروا قال والله هذه نزعة كبر فيك ما ذهبت بعد فانتهز أحد الحاضرين فقال لا يغرن لك ما ترى من أناس إن تحت ضلوعي داء دوية فارفع السيف فارفع الصوت وضع السيف حتى لا يبقى فوق ظاهرها أموية فيزعمون أنهم قتلهم جميعا على مائدته هذا كله يعني الحديث يجر بعضه بعضا في قضية الشعر وأثره في الناس وربما أقيم الدولة هذا الكرسي لا أحسن ولا أحسن لي أقيم الدولة وبقيت دولة أو قام ملك زال ملك ببيت من الشعر فالبرامكة مثلا نكبهم هارون كما هم معلو فيقولون أسباب نكبتهم أشياء عديدة لا شك أن الملوك لا يقبلون أن ينازعهم أحد هذه فطرة في سعر الملوك غالبة فقد كان هارون كثيرا بداهة ما يفكر في علو ملك آل برمك وظهورهم عليه حتى أحيانا إنسان كلمة توقده يعني يكون قد قرر لكن ما بعد أعلن فيأتي تأتي كلمة أو موقف فتجعله يعلن حتى التائبون ترى الإنسان أحيانا يحاسب نفسه على المعاصي ولكن ما بعد قرر أن يترك المجموعة أو الفرقة أو الغناء أو الخمر حسب المعصي التي هو متلبس بها فإذا كنا الأمر يراوده ويأخذ ويعطيه معه فيأتي موقف فإذا به يعلن فيكون الموقف الموقف أشبه بالباعث الحديث عليه فقد ذكروا أن هارون مضى على هذا حالي كله فكر بملك آل بربكة الذي ساد وطخ حتى قيل سمع بيت النعمر من المربيعة واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد هذا كلام قاله عمر في الغزل ليت هند أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما نجد واستبدت مرة واحدة يقول تريد هي أن تعنفني أن تهجرني لا بأس مرة واحدة أقبلها وانا معشوق لها لأنه مستحيل أن لا تستبد لأنها عاجز فقال واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد كلما قلت متى ميعادنا ضحكت هند وقالت بعد غد فلما ردد سمع هارون هذا البيت دخل قصره وهو يقول إنما العاجز من لا يستبد إنما هذه لما يقولها مثلي ومثلك موظف غير من يقولها ملك ملك نعم فكان يدخل قصره ويخرج وهو يقول إنما العاجز من لا يستبد في صبيحاتها لك بني 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 برمك كله بعد أن سمع هذا البيت أنا أدور في فلك قلت الحديث هنا ذو شجون يعني مفتوح قضية حديث أن الشعر وأثره أن الشعر وأثره في الناس بدأنا بالتهكم فالتهكم يجعل القبيلة في ذلكم الوقت بعد أن كانت رفيعة على الضد تنقل يقول حطيئة في أسد بلقان البدر دع المكارم لا ترحل بغيتها وقعد فإنك أنت الطائم الكاسي لا حاجة لأن تغذو وتروح تذهب تبحث عن مجد تؤثره أنت الطائم الكاسي هنا فاعل بمعنى مفعول يعني تطعم وتكسأ وهذا شأن النساء لا يقبله الرجال لا يقبله الزعماء لا يقبله السادة فيرونه جرحا داميا في في أنفسهم نعم نتفضل ناخد فاصل ناخد فاصل أعزائي المشاهدين فاصل بإذن الله تعالى ونعود إليكم ففقوا معنا أعزائي المشاهدين ومعنا ومعنا اتصال السلام عليكم الأخ علي من الجزائر السلام عليكم علي السلام عليكم فضل الشيخ أهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم شيخ على هذا البرنامج وفيكم إن شاء الله ممكن الشيخ تفضل يا الشيخ معك والله يا شيخ بقيت أسأل كيف التوفيق بين مخافة الله عز وجل والإتمكنان بذكر الله عز وجل نعم بين المخافة هناك حديث قدسي يقول إن الله عز وجل لا يجمع أمنين على على إنسان وكما يقول الله عز وجل أنا بذكر الله فأطمئني كيف يمكن التوفيق بإمتعاب المساعد جيد بإذن الله تعالى أخ علي حياك الله وحيا الله مشاهديننا في الجزائر فضل الشيخ أيضا ننتقل بيت آخر ويقول لو للمشقة ساد الناس وكلهم الجود يفقروا والإقدام قتالوا هذا البيت الشهير للمتنبي نود الحديث عن المتنبي والحكمة في شعر المتنبي المتنبي شعر العربية الكبير كما يقولون نعم يحظى به نعم ذاع شعره في حياته وقل ما يسود الإنسان في حياته يعني غالبا إن الإنسان ما يرى أثر مجده في حياته إلا في القليل هذا حصل يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما فتعت الفتوحات إلا بعد وفاته نعم دخل الناس في دين الله أفواجه لكن بعد ذلك في عادة الراشدين تمت الفتوح في عهد عثمان المقصود المتنبي تجارب الحياة نفسه العزيزة الكبر الذي في قلبه جعل منه شخصية ذات حكمة كثرة التجارب إذا وجدت موهبة وقدرة ونبوغة هذا كله امتزج بعضه إلى بعض أخرج لنا أشياء نافعة قال الحكمة في شعره وانتشرت وذاعت وجرت مجرى المثل ولا يمكن أن يتلاحى إثنان في قدرته على شعر الحكمة ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجد الرياح بما لا تشتهي السفن بيت شهير وربما طلاب المرحلة يحفظونه وهو يجري مجرى الحكمة يتمثل به كل أحد أن الغريق فما خوفي من البلد يجري مجرى الحكمة وينبي عن كثير من حياة الناس هذا كثير في شعره جدا على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكريم المكارم وتأظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيمة مرد ومن أما قتل الأحرارة كالعفو عنهم ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد وضع الندى في موضع السيف بالعلا مدر كوضع السيف في موضع الندى بعد هئذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيمة مرد ومن يجعل الضرغام بازا لصيده تصيده الضرغام فيما تصيد فيا عجبا من دائل أنت سيفه أما يتوقع شفرتي ما تقلد فكل بيت منها ناضح بالحكمة ناطق بالفهم السياسي في المقام الأول ومع ذلك لم يولوا إليها حتى يعلم الناس أن الفضل كله بيد الله سبحانه وتعالى أستاذ الفضل الشيخ معنا نتصال من المملكة العربية السعودية ثم نرجع إلى هذه الأبيات الجميلة السهلة الممتنعة كما يقولون الأخ عماد من المملكة العربية السعودية السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أخي عماد تفضل يا أخي أخي أنا باسمي عندي سؤالين لفضل الشيخ اتفضل سؤال الأول بتعلق بالتفسير بالنسبة لتفسير صورة النور بالنسبة للقذف مشكور بصورة النور إذا الزجر قدر زوجته فبيتم الملاعنة بينهم فهل إذا المرأة قدر في الزوجة بتم الملاعنة أو مطبع عليها الأربع شهود واضح سؤالي نعم السؤالتي مجبتها لفضل الشيخ بالنسبة لدروسه في مدينة الرياض مواعيد دروسه في مدينة الرياض وأي مكايدين إن شاء الله إن شاء الله يجيبك شيخ بإذن الله ويذكرها ونبه دائما عزيزي المشاهدين على أن كل هذه الحلقات موجودة على موقع فضيلة الشيخ صالح الراسخون في العلم موقع الشيخ الراسخون في العلم كل هذه الحلقات وغيرها موجودة إن شاء الله ومن أراد أن يتواصل فالموقع موجود وفي خدمة الأخوة المشاهدين وغيرها الأخ عبد الرحمن أيضا من المملكة العربية السعودية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا أخي الله يحييك يا خب الرحمن ويرضى عليك ممكن نكلم الشيخ صالح الشيخ معك تفضل يا أخي السلام عليك ورحمة الله حياك الله يا شيخ صالح أن أحبك في الله والله أحبك الله وأجلك الله يرضى عليك شيخ صالح عندي سؤال في الآية الكريمة قول الله تعالى وَقَالُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ الصوت واضح؟ نعم واضح قال في الآية وَقَالُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أنا أسأل في الآية في قوله وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أي بمعنى أن هناك من في النار ليس للحق كاره ففي الآية هل معنا ماكثون الخلود وإذا كان معناها الخلود فكيف يخلد من لم يكن للحق كاره هذا سؤال السؤال الواضح الشيخ السؤال الواضح عبد الرحمن الله يرضى عليكم ومبارك الله فيكم مرجو الشيخ إنه يدعيننا بالهداية والشفاء الله يشفيك وعافيك ويرزقنا سلام عليكم نرجح فضيلة الشيخ إلى الأبيات الجميلة للمتنبي نعم فقلنا أن الحكمة ذائعة شائعة في شعره تجارب الأيام خالط ذلك غرور ظاهر وكبر مستشرف الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاص والقلم ماذا تعجب؟ تعجب أنك تعلم أنه قال هذه الأبيات بين يدي سيف الدولة فماذا أبقى للأمير؟ يعني هذه تقبل لو قالها لوحده نعم لو قالها وقد كان ذا إمره نعم لكن إن يقولها بين سيف الدولة وهو جالس وحر قلباه ممن قلبه شبم ومن بجسم وحالي عنده سقم ما لي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أن بقدر الحب نقتسم ما بعد العيب والنقصان من شرف أنا الثري وذان الشيب والهرم الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاص والقلم صحبت في الفلوات الوحشة منفردا حتى تعجب مني القور والأكم طويلة في مدحي إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرحا إذا أرضاكم ألم يا من يعز علينا أن نفارقهم مجداننا كل شيء بعدكم عدم القصيدة فيها مشاعر إنسانية صحيح لكن فيها أنفة وكبر هذا لا تقبله الملوك في مجالسها ولا الأمراء فلما انتقل إلى مصر مدح كفورا لخشيدي وبلغ في مدحي كل ذلك طلبا للولاية وهنا تأتي لقضية يعني لا ستطيع أن نفصل فيها عمدا لكن وهو أن بعض الناس أفرادا أو غير أفراد أفرادا أو غير أفراد يحاكم الناس بمكيالين أو يطالبهم بمعيارين يعني يفرق ما بين عندما يكون له سلاح عندما يكون الأمر له ويكون له سلاح آخر عندما يكون الأمر عليه ومثل هذا يفقد مصداقيته يفقد قناعة الناس به وأنا أرى قبل ذلك وبعد أنه يفقد توفيق الله جل وعلا لهم لأن هذا فيه شيء شيء ما بينه من الكذب وفيه شيء من الإفساد والله يقول أن الله لا يصلح عمل المفسدين المقصود أنه ذات إلى كافور فمدحه رجاء ولاية رجاء ولاية ثم أنك بعد ذلك مدحته من أجل ولاية فيها نوع من الضعف ثم بعد ذلك تعير من يطلب شيئا بشيء من الضعف ما يقبل مع أنك تخليت عن مجد تزعم أن الخيلة والليل والبيداء تعرفك ثم تأتي تتواضع لكافور رجاء ولاية ثم تأتي بعد ذلك تظن كافور فإذا أنت الذي تمتلبس بهذا الكبر والمجد خضعت هذا الخضوع طمعا للولاية فلا تعجب من أن كافورا يطلب المجد بشيء آخر ماضح؟ صحيح حراما على بلابه الدو حلال للطير من كل جنسي ما يقبل فالإنسان لابد أن يعرف ما له وما عليه أنا أعرف تحطيات هذا الكلام معاني عديدة لأني لكن الله يقول ما يعقلها إلا العالمون أهز بالشعر قوما من ذوي وسن بالسيف بالعلم لو ضربوا بالسيف ما شعروا علي نحت القواف من معادنها وما علي إذا لم تفقه البقر ويقول ابو تمام في بيات شعره لكن المقصود هنا المقصود هنا أن المتنبي كانت هذه سيدرته في الناس ثم قتل واختلف الناس بعد ذلك في شعره لكن الثقافة العربية بصراحة قائمة على التقليد في شتاء حياتها العربية الإسلامية قائمة على التقليد بمعنى أنه لا أظهر أحد إلا ويأتي بعدهم كثير إنما جدت في الفقه وجدت أن الناس يؤلفون حواشة على الحواشة وتعليقات على التعليقات ولا تجد أحد ينتفذ ويبدأه من جديد يعني يؤلف شيء كبير إنما يشروح تصغر وتكبر تكبر وتصغر هذا في الفقه نفس كذلك في التاريخ نفس كذلك في الأمة ولهذا الأمة ضعف مجدها وقل بنيانها بصراحة من هذا الباب إنه لا يوجد فتح باب للإجتهاد ولا فتح باب لما يعرف بين قوسين بالإبداع الذي يعني من هذا يفقه يعني جاء ابن الرشيخ القرواني فقال في المتنبي ثم جاء المتنبي فملأ الدنيا وشغل الناس تعلق الناس بهذه الكلمة وجعلوا من المتنبي سيفا على رقاب الخلق وعاكف الملايين الكثير من الأدباء يقرؤون شعره ويحفظون شعره ويشرحون شعره وبالغوا وهذا ليس فقط فمع المتنبي مع غيره مع بعض الكتب الأدبية مع بعض الكتب الفقهية وذلك تقرأ في كتب التراجم للأسف يعني في جل من تقرأ هو علامة دهره وفريد عصره ووحيد زمانه ولا ندري والله من هو الذي وحيد زمانه هو الذي هو الفريد وهذا طبعا قطعا خطأ هذه المضالغات خطأ يعني يقبل أن تأكف الأمة على القرآن ولن تنتهي كلام الله ويقبل أن تأكف الأمة على كلام رسول الله إن هو إلا وحيد غير ذلك ينبغي أن يكون بقدر يكون صناعة رجال لا إعادة تكرار الأمر من جديد فضل الشيخ أستاذينك الله خفيصل من بريطانيا السلام عليكم السلام ورحمة الله حياك الله خفيصل كيف حالك شيخ حياك الله خفيصل شيخ نبغي أن أسألك عن البيت الذي ينسب للبيت البيت الذي يقول على كل شيء ما خل الله باطنة وكل نعيم لا محالة كزائله هل صحيح أن النبي عسى السلام تكلم في البيت وقال أن أفضل بيت تقالك للعرب السؤال الثاني طول عمر تكلمت في البداية عن العصبية القبلية فأرجو منك أنك توجه كلمة للوالدين ليزوجوا أبنائهم وبناتهم من الأحسن دينا وأخلاقا وليس بناء على القبلية وخصوصا للمبتعتين أمثالنا والسؤال الأخير ما عليك أمر هل نزل لك كتاب مع الشيخ فالح المغانفي وإذا لم يوجد الكتاب نتمنى منك أن تنزل الكتاب تذفيره وأن الله يعينك عليه إن شاء الله أبشر أبشر شخص جزاك الله خير وجزاك إن شاء الله خفيصل نحن نخص المتنبي بدأ نعود باللسل بإذن الله تعالى فمقصودي هذا كله نعم يجع من الذين يتصدرون للفكر العربي أن يكون المقصود الأسمى صناعة رجال يحيون الأمة من جديد لكنك أحيانا إذا قلت شيئا من هذا رماك الناس بما رموك به حتى عندما يأتي إنسان مثلا فيه أعطاه الله شيئا من القدرات يأتيك من يقول يقول له يعني ما لكم عن هذه الأمور يا أخي حفظ قرآن ودرسي مسجد طب سؤال لماذا درس المسجد يقول تنفع أبناء المسلمين طب لماذا أنفع أبناء المسلمين حتى يظهر في الأمة رجل عظيم واضح لن يظهر رجل عظيم بهذه الطريقة لأنه يظهر رجل عظيم من هذه الحلقة جاءه مثلك قال له يا أخي عد إلى الحلقة ودرسهم فالله بك أبناء المسلمين وتبدأ الدائرة وأنا لا أقصد أن يأتي الإنسان ينازح الناس في ملكهم أو في علمهم أو في أمنهم أو في سلطانهم هذا جهل ليس نفعا للناس لكن الإنسان يعد نفسه جزءا من هذه الأمة فيحفظ أعراضها ودماءها وأموالها ولا يقربها ويعرف لكل ذي حق حقه بدءا بوالديه تثنية بولاة أمره وعلمائه وجيرانه ويبدأ ينفع ويتبنى عملا نافعا مجيدا في الأمة ويكف شرم على الناس المقصود المتنبي هذه التجارب كلها جعلت منه شخصية استفاد الناس من حكمته لكنه لم يستفد نفسه من الحكمة قال هذا كله ولم يظفر بشيء إلا أن الناس عرفته أنه شاعر ومات مقتولا كما هم علوا البيت الذي بين يدينا بيت مليء بالحكمة نعم لولا المشقة ساد الناس كله كل شيء له ثمن والسؤدد أعظم ثمن ثم حصرها في أمرين لا يكاد المجد يخرج عنهما وهو الإنفاق من المال والإنفاق بالروح وهو الإقدام في القتال يقول ابن عثيمين الشاعر في مدح الملك أبداليس رحمه الله قال وليس يبني العلا إلا ندا ووغى هما المعارج للأسنى من الرتب وقد كان الملك أبداليس وغفر الله ورحمه مقداما كريما فأسس هذه الدولة المباركة المقصود من هذا كله بيان أن هذا طرعيق المجد أما إنسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان يوجد مغنم ويوجد مغرب نعم أكثر الناس اليوم يريد المغنم ولا يريد أن يتدفع مغرب نعم محاضر كل شيء بحسب قدر الخسارة فيه يكون قدر الربح نعم إذا غمرت في شرف برومي فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر ولا بددون الشهد من إبر النحلي فهذه أمور أثبتها الواقع ودونها التاريخ وقال بها الشعراء كل شيء له له ثمن له ثمن ثمن بدني مشقة بدن ثمن مالي يسودك الناس وأنت ما يمكن أن لذلك قال صلى الله عليه وسلم للأنصار من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيسي على بخ من ذي قالوا يداء أدواء من البخ ليس لسيدكم وعلى أي شيء سعد نعم إذا هو ظن إذا رجل ظن بماله وحفظه واذا يسود لماذا يسود؟ لماذا أنا أعظمه وأحترمه وأوجله وهو بخير وهو بخير معنى ذلك أنه لن ألمنه شيء إنما الناس حول المورد العذب يأتون من يعلمون أنه يعطيهم لي أبيات وأضعتها هذه يعني لا يبقى الكريم تهز وهز فلم نجد أحدا سواك إلى المكارم ينسب آخر بيت الثالث البيت قال له فاصبر لعادتك التي عودتنا أو لا فأرشدنا إلى من نذهب بعد الجن تذهبون لمن مستحيل كريم يحيل الناس إلى غيره إلى غيره فاصبر لعادتك التي عودتنا أو لا يعني قل لا وأرشدنا إلى من نذهب طبعا أعطاهم بلا حساب كانت العرب تنافس في هذا وكذلك الإقدام إذن الإنسان يجبن يبخل بروحه ويبخل بماله على أي شيء يسود ولماذا يعظمه الناس ولهذا في باب الشرع وليأذن لإخواني من العلماء والدعاء والأم والخطباء يا أخي الكريم إذا كان تعلم أنك تريد من الناس أن يعني أو أنت لا تريد هذا لكن يقع من الناس أنهم يجلوك ويقبلوا رأسك في بعض الأحي ويفرحون بك ويقدمونك هذا لابد له من ثمن في الأمة لابد له من ثمن في الأمة تصبر على عامتهم تجتهد في مذر الخير لهم تعينهم على قضاء حوائجهم تفتح لهم ما استطعت بابك تقبل من محسنهم تعتذر لمسيئهم تجعل من وقتك شيئا لهم وإلا يا أخي قل أنا اجتنب هذه الأمور وأنكم يعني مع شديد الأسف صالحين مع أنفسنا القنوات نفعت من في البيوت لكنها حجبت العلماء عن العامة حجبت العلماء عن العامة نعم والموفق من استطاع أن يجمع بين الأمرين يبقى مع العامة ويبقى مع القنوات لأن كونه مثلا برنامج نشاهده الآلاف هذا نفع نفع عظيم يعني الآن نحن نحن في الدوحة قبل ساعة واصل عند تعالى محمد لله من المطار إلى هنا لكن الإنسان عندما يقرأها قراءة نفعية نعم يعرى أنه فيها خير كثير خير كثير للناس يعني ممكن أن يصل علمك مع ذلك أنت صالح أو عبد الرحمن أو زيت أخلصت أردت وجه الله أردت الدنار أردت الدرهم أردت المجد أردت الشهرة هذا شيء لا يمنع من نفع الناس بك فأنت الآن خلصت الناس باقي تخلص نفسك يا الله تخلصك لنفسك هذا شيء بينك وبين ربك لا يمكن للخلق أن يفقه كائنا من كان لا المحب ولا العدو لا المحب ولا العدو فلا مدح المحب لك بمنجن ولا ذنب العدو لك بمهلك لكن الله يقول بل من أسلم وجهه لله وهو مأسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا وهذا شيء لا يعلمه إلا الواحد الأحد سبحانه وكل واحد هذا شيء بين أي عبد وبين ربه لكننا تكلمنا وإن كنا معشر العلماء والدعاء ولا إما والخطبة نأتي لا ينبغي أن يحجب الإنسان عن الهامة ولا ينبغي أن يتأفف عن أن يعيش وسط الناس الله قال عن أنبياءه ورسله إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق هذه حياة الأنبياء أيكم محمد لكن يحتاج الأمر إلى شيء كثير من المؤسسة المقصود أن بيت المتنبي لو لا المشقة سادأ ناس كلها نعم نستأذنك فضيلة الشيخ صالح الأخت زهرة من المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياة كلها حياة الله بكم رسم الله يا شيخ عندي سؤال عن آية في كتاب الله تفضلي زعم الذين كفروا اللي يبعثوا قل بلى وربي لتبعثلنا ثم لتنبعون هذا الخطاب موجه إلى مني يا شيخ السؤال الثاني ماذا يندرش تحت النطاق بر الوالدين وهل طلب الوالدين فوق قدرة يا شيخ تقريبا سواء كان ماديا أو معنويا نعم إلا ما أستجب لهذا الشي هل أدنب فيها شيخ واضح السؤال يا أختي جزيك الله خير وجزاكم إن شاء الله فضلت الشيخ نرجع إلى أسئلة الأخوة إن شاء الله تعالى لهم الحق الأخ علي من الجزائر يقول التوفيق بين مخافة الله عز وجل والأطمئنان كيف نوضع؟ كلام جميل سؤال في محله الأصل أن المسلم في الأول يخاف نعم فإذا أحسن الظن بربه يخشع القلب ما معنى الخشوع نعم الخشوع على اطمئنان يعني يقال أرض خاشعة أي خضعت سكنت وهذا لا يمكن أن يكونه إلا بالأمرين بأن الإنسان أولا يتذكر قدرة الله مع تقصير العبد وبعد ذلك يتذكر رحمة الله به فيخفض جانب الخوف يرتفع جانب الرجاء فإذا استوي هذا الإطمئنان أما ما ذكره السائل وفقه الله قضية الأمن نعم فهو ذكر كيف أن الله يقول تطمئن القلوب وأن يقول نعم جمع منه تطمئن القلوب ما تشعر بالسكينة والتأييد والقدرة على الصبر المعنى أنها لو حرمت فذكرت الله صبرت صبرت مع الرضا هذا أعلى درجات الإطمئنان مع العزم وهذا يعين على الصبر الأمن المقصود أن الإنسان يمشي في الأرض ويفسد وكأنه لم يأصل لها قط هذا إذا وجد في النفس لا يمكن أن يأمن في الآخر لكن الإنسان يعمل الصالحات وإن وقعت منه معصية استغفر نعم خوفا من الله فهذا لم يشعر بالأمن المرادف للأول فهذا سيطمئن في الآخر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بغلم أولئك لهم والأمن وهم هذا أمن أخروي أبأمنهم وهم مهددهم نعم فضل الشيخ هذا بالنسبة للسؤال أيضا هناك الأخ علي يقول أن الله سبحانه لا يجمع على عبديه أمنين ولا خوفين هو هذا ذكرنا نعم الأخ عمار من السعودية أيضا يقول في سورة النور أن الرجل وقضية القذف يسلم عن الملاعنة ملاعنة ملاعنة تكون إذا قذف الرجل زوجته واتهمها بآخر فهذا تكون الملاعنة لكن إذا هي اتهمته بالزنا فهذا شأن آخر يعني يجد عليه مجرى القذف المعروف ولا يسمى ملاعنة نعم يسأل إن شاء الله إذا أذن الله يوم الواحد شعبان إلى يوم خمسة شعبان خمسة أيام من واحد ثمانية إلى خمسة ثمانية بالهجري دروس في مسجد المحاسم الذي أمه فضيرة الشيخ عادل الكلباني بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء دروس في التفسير يوم الخميس يوافق ستة شعبان محاضرة في مخيم الربوة المعروف مخيم الربوة مخيم ذايع معروف عليه ثقات المشرفين وفقهم الله إن شاء الله يكوننا فيه محاضرة يوم الخميس أظنها بعد الإشاء الله يفتح عليك فضلت الشيخ الأخ أيضا عبد الرحمن من الملك العرب السعود يسأل وقالوا يا مالك اللي يقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحقيقاري طبعا سؤال يدل على فطنة وفهم لكن معنى الآية الله جل وعلا يخبر عن أهل النار وقالوا أي أهل النار يا مالك خازنوها ليقضي علينا ربك طلب ودعاء قال أي مالك إنكم ماكثون يخبر أهل النار والمكورثون المقصود به الخلود الأبدي هو أشكل عليه أن بعدها لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم من الحق كارهون هذا ليس من كلام مالك لأهل النار هذا من خطاب الله لكفار قريش يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليكم لكن أكثركم كذبتم به كذبتم به نعم وهذا يدل على أن بعضا من من خوطب بهذا سيؤمن وقد وقع واضع الفكر نعم بعض من خوطب بهذه الآيات سيؤمن كابك سفيان وعكرماه ومن أسلم بعد ذلك رضي الله عنهم للأخفية صلى الله عليه وسلم من بريطاني يقول في قول الشعر ألا كل شيء ما خلى ما خلى الله ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق كلمة قالها شاعر ألا كل شيء ما خلى الله باطل لكن ليس فيه الشطر الثاني نعم ليس فيه الشطر الثاني نعم إنما قال عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها شاعر ألا كل شيء ما خلى الله باطل والبيت للبيد بن ربيعة قالها في جاهلية قبل أن يسلم نعم وواحد شعراء المعلقات عبت الديار محلها فمقامها بمن أن تأبد غولها فرجامها هذه المطلة معلقته وقد أدرك الإسلام وأسلم نعم أيضا يقول العصبية والقبلية ويقول لو ترسل رسالة للآباء في تزوج الأحساب قال عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير هذه قضية تحدث في بعض المناطق ولا يمكن أن نجبر الناس عليها لأن الإنسان يحترم خصوصيات الخلق لكن لو رجع الأمر إلينا فإن المعيار خلق الإنسان ودينه وأمانته هذا هو المعيار الشرعي وقد حدث أن يكون أحيانا طلاق ثم زواج ثم طلاق وتحدث بعض ينظر من الأفضل من قبل كل شيء أن يكون الإنسان على بينا وهو يقول الأخ فيصل قضية طبعا ربنا نتكلم أن يأتي مبتعث يعني يرى مبتعثة حكم الدراسة وغيرها فيرى خلقها وفضلها ويزينها الله في عينيه ويقبلها أن تكون زوجها وقد يكون أحدهما مثلا من قبيلة والآخر من قبيلة أخرى أو يعني اختلاف أعراق وآخر الأمر كلكم لآدم لكن نتكلم على حواقع الناس فيأبى هذا ويرفض أحد الوالدين أو يقبل أو أحد العوائل ترفض أنا أرى في مثل هذه والله إنضاء الأمور وينبغي للأباء أن يعلموا أنه مدام أن الزوج راض بزوجته والزوجة راضية بزوجها ينبغي إنضاء الأمر نعم أستاذنا كفلت الشيخ الأخ إبراهيم من الدوحة السلام عليكم السلام حياك الله أخي إبراهيم تفضل يا أخي السلام عليكم السلام عليكم حياك الله أخي إبراهيم ألو تفضل يا أبراهيم معنا تفضل يا أخي نتاكم الله الخير سنور حياك الله نسمحة بيأكلم الشيخ معاك الشيخ تفضل يا أبراهيم الله يتذكر ما أحد أطول عليكم بالنسبة أبي أعرف عن صورة يوسف يا شيخ وعظامها بالنسبة للفتنة الأول التي حصلت بين الأخوان أولاد تعقوب فأنا بيكلنا بسيطة أنك مختصر بسيطة عن اللي حصل بينهم وفي هذه القصة والطلب الثاني أرجو أنه يعني ينزل تنزل الكوتسي القليلة من اللي ترتاح عندك يعني يعني أنا ما شاهدت أنك كتير من النزج من الحقيقة إبراهيم سؤالك أظن أن كان محدث فيه مختصر ما الذي حدث بين يوسف عليه السلام وإخوته يعني قصة سيدنا يوسف طيب الشق الثاني الشق الثاني تعليق ولا سؤال يا إبراهيم ما أسمع هذا السؤالك فقط ولا في شيء ثاني لا بس هذا السؤالك خيرا إن شاء الله شكرا وتعاطف معنا على الموضوع الكرسي الله شكرا الله خير وراءنا تعاطف منها كمفضل الشيخ هذه الإنسان يبقى بشرا نعم ثم تأمر تجري في دمه نعم مهما يعني بلغ سؤدده علمه عقله يرين الله جل وعلا الناس شيئا من ضعفه سبحانه وتعالى الحكمة يريدها سبحانه وتعالى آخر اتصال من المملكة العربية السعودية السلام عليكم وافي سلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا أخي الشيخ رحي بالحال حياك الله يا أخي إني أحبك بالله يا شيخ أحبك الله وأجل سؤال لو سمحت يا شيخ تفضل يا أخي الآية، في سورة الجن تفسير الآية إن شاء الله يجبك الشيخ بإذن الله الأخت زهرة فضل الشيخ قبل ما يأخذنا الوقت زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لا تبعثهم الآية في سورة التغاب هي تقول الظهر قالت من المخاطب هذا أمر الله جل وعلا فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف ويحدث ثلاث مواضع القرآن أمر الله فيها نبيه أن يغسل ذلك في يونس وفي سبأ وفي التغاب قل إي وربي إنه لحق هنا قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا يعني كفار قريش يا محمد معنا الآية قل بلى وربي لا تبعثوا فالمقصود أمر الله جل وعلا أن يخبر هؤلاء قسما بربه الذي بعثه أن البعث كائن لمحاله الأخ إبراهيم يسأل مختصر مفيد ما الذي حدث بين يوسف عليه السلام وإخوته جرى بقدر الله أن الله جل وعلا جعل ليوسف مكانة أعظم في قلب أبيه ليمتمضي ليمضي قدر الله نعم فالإخوت حسد يوسف على هذه المكانة ثم رزق يوسف بأخ شقيق وبن يمين فقرب يعقوب عليه السلام بقدر الله بن يمين كما قرب أخاه نعم وإن كان بن يمين لم يبلغ مبلغ يوسف لما اضطر الإخوة أن يعتمروا عليه كما في الخبر المعروف قال بعض أهل العلم من أحب شيئا عذبه الله به نعم نعم فقد أحب يعقوب عليه السلام وهو نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله بل من أعظم الأنبياء قدر الله قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار نعم فالكلام عن مثله ينبغي أن يكون بأدب لكن ماذا قدر الله أنه أحب ابنه يوسف ليأتمر الإخوة عليه وقد قال بعض منه هذا يدفع الأباء يعني ينبغي أن يتوخى العدل لكن مسائل القلب هذه قل ما يستطيع الإنسان أن يخفيها اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تنمني فيما تملكه ولا أملك هذا في قضية مع أزواجه ويقع هذا مع طلابك يقع هذا مع أولادك يقع هذا مع جيرانك يقع هذا مع خلانك كله وارد لكن الإنسان لا يبارد ولا يفرد ولا يعني ما دام يستطيع أن يحبس 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 الكلمة يحبس النظرة يحبس الرأفة عن بعض من يحب حتى لا يضرهم وقد صنع يعقوب شيئا من هذا قال يا ابني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا قد علم أنه هما من غير هذا يأتمرون به نعم فكيف إذا أكد والمقصود أن أعانى الله الأباء على أن يعدلوا بين أبنائهم نعم الأخواف وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض هذه في سورة الجن وقد مدح الجن بها لأنهم تأدبوا مع ربهم فلما ذكروا الشر نسبوه إلى ما لم يسمى فاعله وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض يسميه المحافع المبني المجهول فلما ذكروا الخير أسندوه إلى الله أم أراد بهم ربهم رشدا رشدا والمعنى أن الأمر خافي أن الإنسان لا يعلم ما الحكمة هم قالوها باب التأدب أن الإنسان من ابتلاه الله جل وعلا إنما هذا يعني لما قيل لأحد السلف وقد أصابه شوء من رزع عند الموت قيل له كيف تجزع قالوا الله لا أدري أقيل في الجنة أم أقيل في النار لا إله هذا مثلها من نفس السياق يعني الإنسان مثلا جاء الإسلام مثلا وهذا وقع فأسلم الوليد فكفر الوليد بن المغيرة وأسلم أبو بكر فأصبح الوليد إلى شر وأبو بكر إلى خير قال هذا الإنسان يخف يخاف يجل يقول في القرآن وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ومن عظم علمه بالله يبقى دائما خائفا خائفا من النعم ألا يشكرها فيهدك بسببها ويخاف من النقم أن تكون عليه ولا يدري أنها نقم لكن الله المستعب فضل الشيخ تقريبا دقائق معدودة وودنا نختم مع أبيات أيضا جميلة لشوقي دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني هو فعلا إن الحياة دقائق وثواني هذا بيت نمير الشعراء أحمد شوقي قالها من قصيدة يرثي بها مصطفى كامل زعيم مصر سياسي مات في شبابه أظهر أنه مات في السادس والثباثين أو بعدها بقليل وكان الشوقي يعني تربطه بهذا الزعيم علاقة وثيقة لكن الشوقي كان ولائه وللبيت الحاكم يعني ذاك بيت الخداوي طبعا هذا قبل الثورة المصرية الأولى يوليو وقبل أن انتهي الملك الملك فاروق هذا أجداده نعم وشوقي ولد في ذلك البيت قال أخونه إسماعيل في أبنائه ولقد ولدت بباب إسماعيل لكنه كان يتعاطف مع المصريين وجهادهم للإنجليز ومحاربتهم للفساد ومنهم صديق مصطفى كامل فقال المشرقان عليك ينتحباني قاصيهما في مأتمي وداني وأنا الذي أرث الشموس إذا هوت فتعود سيرتها إلى الدوراني ماذا دهاني يوم ميت فعقني فيك القريض وخانني إمكاني وأخذت تسألني الرثاء فهاكه من أدمعي وسرائري وجناني دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني إلى أن ذكر أن مجد الإنسان قال فالذكر للإنسان عمر ثاني دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني كتب الله الموت على الجن والإنس وكتب جل وعلا عليهم أن يموتوا ليظهر عظيم ملكه وجليل قدره وأذل بالموت القياصرة والجبابرة والأكاسرة والسعر الخلق غنيا وفقيرا ذكرا وعنثى رجالا وشيوخا ثم أخبر جل وعلا وهذا واقع مشهود أن الأيام تطوأ هم أخبر أن الناس لابد أن يقيلوا نعم في اليوم الآخر في ضحى اليوم الآخر العساب بعد منتصفه يقيلوا الناس فمنهم من يقيلوا في الجنة أسأل الله برحمته وفضله وعسانه أن يجعلني وإياك ومن يشاهدنا من أهلها الله أعلم من المسلمين وآخرون عياذا بالله يقيلون في النقل ولهذا قال الله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيل لأن لابد من أن يقيل هؤلاء هنا ويقيل هؤلاء هنا في لحظات الاحتضار يصبح لا طريق للأوبة للعودة لا لعمر ولا لعمل فالعمل يطوأ والعمر انقفى فيصبح هذا أول خطوات المقيل فما يكون من خير فإنما بعده أعلم وما يكون من شر ما يكون بعده أعلم الله يقول رفيع الدرجات ذو العرش يلطر الروح من أمله على من يشاء من عباده بينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم إلا أحد القهار فضيلة الشيخ صالح من عواد للمغامسة إمام وخطيب مسجد قباة في مدينة المنورة نسأل الله سبحانه وتعالى جنة وإياكم الذين يقللون والمشاهدين في الجنان اللهم آمين أعزائي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام هذا اللقاء نلقاكم في الأسبوع القادم حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته